قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم عبر طائرات مسيرة غرب الحديدة وأكدت الهيئة تلقيها تقريرا من قبطان السفينة عن إصابتها بطائرة مسيرة مشيرا إلى عدم وجود إصابات على متن السفينة أو طاقمها وضفت الهيئة أن السفينة تتجه إلى وجهتها التالية داعية السفن إلى العبور بحذر أو الإبلاغ والإبلاغ عفوان عن أي نشاط مشبوه في المنطقة هذا وأعلنت هيئة البحرية البريطانية تعرض سفينة ثانية لهجوم بمقذفات صاروخية شمال غربي ميناء الصريف وقالت الهيئة إنها تلقى تقريرا عن إصابة السفينة بقذيفتين مجهولتين إضافة إلى انفجار تال إلى انفجار ثالث واقع بالقرب من السفينة من جانبها أشرت شركة أمبر للأمن البحري إلى أن السفينة المستهدفة هي ناقلة النفط بلو لاغون مؤكدة عدم الإبلاغ عن إصابة السفينة وطاقمها خلال الهجوم من جانبها قالت وكاتوريتازين مصدرين مطلعين أكد لها ملكية إحدى السفينتين المستهدفتين شركة سعودية ووضحت الوكالة أن المصدرين أكد تعرض سفينة تعود ملكيتها لشركة سعودية إلى هجوم في البحر الأحمر مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت السفينة تعرضت لهجوم من جانب مسلحي جماعة الحوثي بدورها أوضحت وكاتوريتازين أن الهجومين على سفينتين بالبحر الأحمر وقعا بالقرب من الموقع الذي من المقرر أن تبشر فيه أطقم العمل البحرية مهامها في إنقاذ ناقلة النفط الجانحة سونيون وضفت الوكالة أن السلطات البحرية رجحت وقوف الحوثيين وراء الهجومين المنفصلين محذرة من تأثيرها على عمليات إنقاذ السفينة سونيون ووفقا للوكالة فإن الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي استهدفت ثمانين سفينة كما أدت إلى تعطيل سلع بقيمة تريليون دولار تمر عبر البحر الأحمر إلى جانب إيقاف بعض شحنات المساعدات إلى السودان واليمن